بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأشرف المرسلين والنبيين مرحبا بكم أعزائي تلاميذ المستوى الخامس ابتدائي كيف حالكم اليوم؟ درس جديد؟ كذلك في هذا اليوم يجمعني بكم من سلسلة الدروس المقدمة عن بعد وهو الدرس الثاني عشر من مكون التربية على المواطنة والذي عنوانه كيف ننجز جريدة المدرسة إذن لنبدأ درسنا على بركة الله بتعرف أهدافه أهدف التعلم لهذا الدرس هي اكتشاف المراحل الأساس لإعداد وإنجاز جريدة المدرسة التدرب على إنتاج جريدة المدرسة والإندماج في أنشطة المحيط الهدف الثالث الاستئناس ببعض المصطلحات المستعملة في الصحافة المدرسية والهدف الرابع والأهم الواعي بأهمية الجريدة كأداة للتواصل في خدمة كل الفاعلين في المدرسة والمعنيين بمستقبلها كانت هذه أهدف التعلم التي سنعمل على تحقيقها من خلال أنشطة درسنا ذلك نبدأ الدرس بالتمهيد له سنعتمد في تمهيد للدرس على هذه الصورة والتي فيها مجموعة من التراميذ في مكتبة المدرسة ضار بين تلميذين حوار التلميذة قالت للتلميذ إبراهيم أراك تقرأ جريدة يا إبراهيم فأجابها إبراهيم إنه العدد الأول من جريدة مدرستنا وقد صدر في الأسبوع الماضي وكذلك قال لها إبراهيم هيا بنا لنتعرف على مراحل التي اتبعت في إنجاز جريدة مدرستنا ونحن كذلك سنتعرف على هذه المراحل التي تبعها تلميذ مدرسة إبراهيم في إنجاز جريدتهم ولنتدرب كذلك نحن على إنجاز جريدتنا لنبدأ أنشطة التعلم وأول نشاط هو أكتشف مراحل إنجاز جريدة المدرسة إذن ما هي مراحل التي يجب الاعتماد عليها لإنجاز جريدة المدرسة وهذا ما سنتعرف عليه من خلال النشاط الأول من درسنا أعزائي التلاميذ أمامنا صورة هذه الصورة تمتر المرحلة الأولى من مراحل إنجاز جريدة إذن لنراحل الصورة ولنستخرج موضوعها إذن مجموعة من التلاميذ هؤلاء التلاميذ في مكتبة المدرسة وهم يشكلون فريق تحرير جريدة المدرسة إذن أعزائي التلاميذ من خلال الصورة نستشف أن المرحلة الأولى من أجل إنجاز جريدة المدرسة هي تشكيل فريق واقتراح خطة لإعداد الجريدة وطبعا هذه الخطة التي يجب الاعتماد عليها في المرحلة الأولى من أجل إنجاز جريدة المدرسة تنقسم إلى قسمين رئيسيين القسم الأول هو اقتراح خطة لجريدة هذه الخطة يجب الاعتماد فيها على الأهداف هذه الجريدة إذن ما ستكون أهداف الجريدة؟ الفئة المستهدفة إذن من سنستهدف أو تلاميذ التي سنستهدفهم بهذه الجريدة وأيضا يجب أن نحدد تاريخ إصدارها أما الخطوة الثانية كذلك هي تحديد مواصفات الجريدة أولا مقياس هذه الجريدة يعني قياس الورق الذي سنعتمده من أجل إنجاز هذه الجريدة وطبعا مقياس النموذجي هو 12 سنتيمتر في العرض على 29.7 سنتيمتر في الطول وعدد الصفحات كذلك وأيضا عدد الصفحات المثالي هو من 4 إلى 8 على الأكثر طريقة الطبع هل هذه الطريقة تكون يدوية أو مرقونة على الحاسوب أو مسحوبة من المطبعة كذلك ألوان الطبع هل بالأبيض بالأسود أم الألوان وكذلك نحدد كم من نسخة يجب أن ننجز وأيضا ثمان بيعها وكذلك المكان الذي سيتم التوزيع فيه هذه الجريدة كانت هذه الخطوة الأولى التي يجب نعتماد عليها من أجل إنجاز جريدة المدرسة وننتقل الآن إلى المرحلة الثانية من مراحل إنجاز الجريدة وفي هذه المرحلة يجب أن نحدد محاور الجريدة ونساهم في وضع برمجة لإنجازها ما المقصود بالبرمجة؟ البرمجة هي عمليات توزيع الأنشطة المراد إنجازها في جدول يشمل أوقات وتواريخ ومكان الإنجاز ووسائله يعني نحدد برنامجا من أجل إنجاز هذه الجريدة وكذلك كل جريدة محاور يجب الاعتماد فيها وهنا صورة تدل على محاور التي يجب الاعتمادها من أجل إنجاز جريدة لأقوم بقراءة هذه المحاور أول محور من محاور الجريدة هي كلمة العدد الافتتاحية والمقصود به هو مقال قصير يتناول موضوعا محددا يتصدر دائما صفحة الأولى من الجريدة وطبعا المحاور يجب أن تكون فيها كذلك أنشطة المدرسة وكذلك قصة في دقيقة وكذلك شاعر صغير البهلواني ترى المسرح إبداعات كلمات متقطعة إذن هذه هي المحاور التي يجب أن تكون في الجريدة كلمة الافتتاح يجب أن تكون في جريدة مدرستنا الأنشطة التي تقام في المدرسة كذلك نكتب قصة قصيرة في دقيقة قصائد شعرية البهلواني مجموعة من الإبداعات الأخرى للتلاميذ مثل الرسم وغيرها كلمات متقطعة ونعود هنا كذلك في الجانب الآخر من الصورة هنا العمليات التي يجب أن نقوم بها من أجل إنجاز برمجة لإنجاز جريدة وأول هذه العمليات جمع المعلومات والوثائر قص الصور والرسوم الكاريكاتور تحرير المواضع أي كتابة المواضع مثل المواضع التي تخص أنشطة المدرسة مثلا قصة صغيرة أو غيرها كتابة المواضع أو مسكوها على الحاسوب يعني كتابة هذه المواضع بخط واضح إذا كنا سنعتمدهم طبعا بطريقة يدوية أو مسكوها على الحاسوب إعادة قراءة المواضع المختارة طبعا المواضع التي نختارها من أجل إصدارها في الجريدة يجب أن نعيد قراءتها وكذلك يجب أن نختار الأجودة والأحسن منها المراجعة والتحرير نهائي طبعا قبل إصدار الجريدة يجب أن نقوم بمراجعة عامة وتحرير نهائي وأخيرا تصفيف الصفحات وإخراجها ومعنى التصفيف هو توزيع الصفحات وإخراجها وفق تسلسل معين هنا خلاصة حول المرحلة الثانية إذن تحديد محاول الجريدة ووضع برمجة لإنجازها وتتكون هذه المرحلة من تحديد مجموعة من المحاور أبرزها كلمات العدد أنشطة المدرسة قصة في دقيقة كلمات متقطعة وغيرها ثم وضع برمجة لإنجاز هذه المحاور وتتضمن هذه الخطوات إنجاز الأنشطة المراد إعدادها بعد أن تعرفنا على المرحلة الثانية من إعداد الجريدة ننتقل الآن إلى المرحلة الثالثة والمرحلة الثالثة هي يجب في هذه المرحلة التشارك في إنجاز الجريدة والتعرف قواعد التسير الديمقراطي إذن هنا مجموعة طبعا من التلاميذ في صورة 2 والصورة 3 المسؤولون عن إنجاز هذه الجريدة إذن يقومون بالشماع هذين تلاميذ فريق تحرير الجريدة إذن يقومون بالشماع من أجل تحديد المواضيع وكذلك تناقشون في قواعد التسير هذه الجريدة كذلك هنا صورة لتلميذين التلميذة تقول إبراهيم هل تهيت من مراجعة كل محاور الجريدة طبعا فأجابها بنعم وناقشها في المواضيع الغير المتفق فيها وغيرها من الأمور إذن في هذه المرحلة فلابد من الشماع فريق الإنجاز بغية تحديد الخطوات الأخيرة لإخراج الجريدة وتتضمن إعطاء عنوان للجريدة مناقشة مواد الجريدة والمصادقة عليها يناقش المواضيع المقترحة في الجريدة وأن يصادق عليها بمعنى أن يتفق عليها ترتيب النصص حسب إخراج صفحات أن يقوموا بترتيب المواضيع المقترحة في الجريدة حسب الصفحات وحسب التسلسل المنطقي إنجاز جماعي لتصميم العدد كتابة المواضيع في شكل خانات وضع الصور ورسوم وأخيرا يجب أن يقوموا جماعة بإنجاز هذه الجريدة إذن كانت هذه هي محاور الجريدة الثلاث من أجل إنجازها وأولا تشكيل فريق واقتراح خطة لإعداد الجريدة مرحلة الثانية تحديد محاور الجريدة والمساهمة في وضع برنمجة لإنجازها والخطوة الثالثة تشارك في إنجاز الجريدة وتعرف خطوات تسير الديمقراطي بعد أن تعرفت في النشط الأول على مراحل إنجاز الجريدة ننتقل الآن إلى النشاط الثاني هو التدرب على إنجاز صفحة الأولى من جريدة المدرسة هذا نموذج لصفحة الأولى من جريدة المدرسة إذن لنحدد في هذه الصفحة الأولى الأجزاء الثلاثة المهمة التي قسمت إليها هذه الصفحة وأول هذه الأجزاء هو عنوان الجريدة إذن لا بد لأي جريدة أن يكون لها عنوان وكذلك في هذا العنوان يجب أن يتضمن تاريخ الإصدار يعني الشهر السنة وكذلك رقم أو عدد الجريدة واسم المدرسة التي أصدرت هذه الجريدة طبعاً ثمن الجريدة الخطوة الثانية أو الجزء الثاني من الصفحة الأولى من الجريدة ويتضمن هذا الجزء ارتتاحية أو كلمة العدد مقال أو أنشطة هامة أو تعرف بمجموعة من الأنشطة التي تقوم في المدرسة صورة أو كاريكاتور حكمة أو نقطة أو إعلان أو غيرها وجزء الثالث من الصفحة الأولى من الجريدة عنوين داخلية وأرقام صفحات يجب أن نضع العنوين ديال الأنشطة أو عنوين الأنشطة أو المحاور التي قمنا بإصدارها في الجريدة ونحدد أرقام صفحاتها وطبعاً هنا رقم الصفحة الأولى كانت هذه هي وتصميم واجهة الجريدة أو الصفحة الأولى من الجريدة وتعرحنا كذلك من خلالها على الأجزاء التي تتضمنها إلى هنا أعزاء التلاميذ نكون قد تعرفنا على محاور إنجاز الجريدة وكذلك تعرفنا على نموذج للصفحة الأولى من الجريدة أو المحاور التي يجب أن تضع في الصفحة الأولى من الجريدة وطبعاً جريدة المدرسة لها دور كبير في مجال التواصل وأيضاً تنمي العمل الجماعي وأيضاً تؤدي على المفتاح على المحيط وتعلم التلاميذ التشارك والعمل الجماعي إلى هنا أعزاء التلاميذ نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا أتمنى أن نكون قد حققنا ولو جزء من الأهداف المسطرة في بداية الدرس أستودعكم الله إلى أن نلتقي في درس جديد إلى اللقاء أحبائي